موسيقى ازاي اعمل دمارين تفيد اللعيب في ان هو ينمي مهارته ازاي ادنيا تعمل له البالانس جوى جسمه ان هو ما يجلوش اصابات في المستقبل زي مثلا انه هناخد على سبيل المثال الكلامنا لازم يبقى مسخن كويس جدا حتى لو هيبقى في البيت جيب أستج زي ده تصرف سهل جدا في اسبورت سمول اشتري أستج زي ده اتمرن بيه عشان يقوي العضلات اللي بيشتغل بيها في البوزشن بتاعها هنالعي سبيني مثال مسلا زي اللعيب الفولي طائرة هو بيلعب طمعا على الشبكة فبقى عايز يعمل السبورت بتاعه لا تعب هايز يعمل جامبينج عشان يعمل يعني بلوك فلازم يقوي العضلات اللي شغالة على المرحلة دي طيب اللعيب زي اللعيب الباسكت بيلعب باسكت يدي قدام بيعمل بعض الحراجات المسؤولة عن تمرين الباسكت هناخد بعض الأعاب الفردية زي السباحة اللي هو بيعمل مثلا تمرينة زي كرول بتدي مرة من العضلات برا المية علشان زي باك نفس الحركة اللي بيعملها جو المية بس انا بقوي زي لعيب التنس سكواش والأحسن ان انا بمرن العضل اليدين اللي هو بيشتغل بيده اليمين ودايما هو بيلعب بيده اليمين يبقى انا بمرن تمرين بيده اليمين وفي التمرين برضو بشتغل بيده الشمال عشان نعمل بالانس بين نص جسم اليمين ونص جسم الشمال لابس الكلام اللي هو بيلعب لعيب مثلا على جناح ايمن او جناح ايسر بيشوت دايما باستمرار بيده هاند بول على حسب المركز بتاعه في الملعب هو دا اللي بيحدد هيعمل ايه في التمرين بتاعه دي بعض الحاجات اللي ممكن يعملها عشان يستفيد بيها جو الملعب هيشتغل بيده اليمين زي بيشتغل بيده الشماله عشان يعمل بالانس بين الاتنين لان بعض اللعيبة بتوصل لمرحلة اللي بيعندها كتف وكتف نتيجة ان متطلبات المركز بتاعها في الملعب بيخليه عندها محراف خائر فعشان اعالج دا لازم اعمل بالانس في التمرين زائد ان انا لما باجي هزود مثلا زي السرعة على سبيل المثال لو انا اللعيب بتاعي في الملعب بيلعب كرة القدم بالعكس وعايز اقويله عنصره السرعة فتخليه يعمل سبرينت ويرجع معايا تاني سبرينت لو اي بيلعب راس حربة مثلا عايز اخليه قوي عملية الجامبينج الجامب بتاعه دايما تكف بتاعه بيبدأ من تحت لفوق لفوق ياخد الوزن كده انا بقاوي العضلات المسؤولة عن بداية الجامبينج لانه عشان يعمل الجامب لازم ينزل من تحت وينط الفوق فالبداية دايما بتبقى من العضلات الرجليين بياخد الباور بتاعه ده مهم لجميع الالعاب عشان اللعبة بتاعتنا ان شاء الله تبقى محترفة بعد كده نوصل لمرحلة الاحتراف لازم تأمرينات دي هي اللي هتوصلني ان انا اوصل لمستوى اعلى مع معلومة موفيدة في الحلقة اللي جاية ان شاء الله اشتركوا في القناة